بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهل المسهلا بكم هذه الحلقة التي حقيقة أحمد الله جل وعلا أن ظهر كثيرا من النفع الذي أجده بين الناس والدعاء لفضيلة القاضي العلامة والبعض يطلب مني أن أضيف ولعله يغضب مني المشتهد القاضي محمد اسماعيل العمراني حفظه الله أجلس ألمات ستينا عليه لا أبو مشتهد ولا أجلس القاضي محمد بن اسماعيل العمراني وين شيء قل ابن محمد ابن محمد أما تقولي المشتهد لا تقولي شيء المشتهد مش أني آذن ولا أنا مشتهد طيب قاضي محمد كما دائبنا في هذه الحلقات أن نبدأ بالتعريف بعالم من علماء اليمن ويعني لا أخفي سادة المشاهدين أنني اقترحت عليك نأتي بعض العلماء الشبه معاصرين فقلت لي أنت لنأتي بالعلماء الذين لم يظهروا للعالم أما الذين قد ظهروا فقد ظهروا واقترحت علينا أنت لو نعرف بعالم من علماء اليمن الذين لهم قدم في العلم لكنه غير معروف وهو الإمام رحمه الله تعالى المقبلي صاحب كتاب العلم الشامخ ما قصة العلم الشامخ ومن هو الإمام المقبلي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم المقبلي هو الشيخ العلمة صالح ابن مهدي المقبلي من أهل الطويل من قرية اسمها مقبل ولكنه نشأ في مدينة ثلاث وقرأ على علماء ثلاث وعلى علامة شبام السيدة العلمة محمد بن إبراهيم ابن المفضل وقد كان جبل علم إلا أنه هادئ المقبلي؟ لا محمد بن إبراهيم هادئ بينما المقبلي يفوح علم والذكاء فقال له قال الشيخ للتلميذ أنا ذاهب إلى مكة أحج ثم أذهب أدور وأين تقرأ؟ ما عبش عالم يشتري قريك تكثرت معلوماتك وتحقيقاتك لم يبقى في العلماء اليمن من يتمكن أن يكون شخ لك إلا السيد حسن الجلاء وهو في الجلاف ولكنه علام الجدلي وأنت علام الجدلي كلكم مع أصر الحسن انتظر حتى أرجع فرم ينتظر فذهب إلى الجلاء جاء سيدة الجلالي قريه في كتاب النظام الفصل في علم والأسو افتجاد الهوية في أول مسألة وهناك تركه قري عندب بعض الدرس لأنه كان يتفور ذكاء وكان مشتهد إشتاد وضلعك الله 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 وكانوا يقولوا له أنه ناصبي يعني ما يحبش علي بن أبي ضارب ما أنه يحب علي بن أبي ضارب أكثر لكن كل من تسنن كانوا يدرقوا عليه ناصبي حتى أن الشاعر الهبل شاعر المفرق المشهور نعم ذنبه في أبيات قال فيها المقبلي ناصبي أعمل إله بصرة لا تعجبوا من بغضه للعتر المضهرة فأمه معرفة لكن أبوه نكره هذا قالها الهبل هذا الهبل قذف هذا قذف قذف نعم قال علماء أجابوا عنه بعدة أجوبه وعدة قصايت وقالوا المقبلي عالم إلى آخر مدح قوي أخيرا ماسج مع أهل صنعاء لأنه متحرر ومع أهل صنعاء قادر مكة قادر ليمن قادر ليمن وهاجر في مكة أولا هاجر واحده ورجع ثم مر الثاني باع بيته وهاجر وزوجته وبنته إلى مكة وبقي إلى أن جميع معلفات المقبلي ألفها وهو في مكة رحمه الله وصل إلى مكة وإذا بعضهم سوفية بعضهم قلد جامد كانوا يقولوا له أنت شابعي يقول لا أنت حنفي يقول لا مالكي لا حنبلي قال لا قال إذن أنت زندك قال رضي الله عنه أهل صنعاء كانوا يقولوا لي ناسبي وعدني مسلم مهما ذا قد اخرجوني إلى زندك هذا هو المقبلي الذي ألف كتاب على عالم الشامخ في إيثار الحق على تقريد الآباء والمشايخ ربما أبيع الخلق قليل أنا قبل أن ننتقل إلى الكتاب في أي في أي قرن هو في أي عاشر في قرن الحادي عشر نشأة ولده في منتصف القرن الحادي عشر وعاش فيه ولده في حوالي نيف وأربعين وألف وتوفى سنة ألف ومية وثمان ألف ومية وثمان وثمان سنين كم بينه وبين الأمير كان الأمير أمر التسع سنين حال ما مات المقبلي في بكة والأمير في صنعه أمر التسع سنين الله أكبر طيب هل كان فيه التقاب بينه بينه وبين عبد القادر بن أحمد أو شيء من هذا منه المقبلي المقبلي ما تلاقاه بعض العلماء بيت الحشوشة من علمات الذي تلاقاه مدراقش والشيد عبد القادر بن أحمد هو من أهل محويت إذن نعم هو من أهل محويت قريه اسمها مقبل 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 وعد به قريه اسمها بيت المقبلي ثاني غيرها غيرها إذا قالوا مقبلي فهو نسبة إلى قرية المقبل في الطويلة تابع المحويت والمقبلي قريه آخر في عنس وفي يريم في المناطق الوسطى هو بالفتح مقبلي مقبلي وهذاك مقبلي بالكسر طيب قاضي محمد ما أدري هل بقي من ذريته أحد لا لا يوجد من ذريته أحد كما لا يوجد من ذريته العلامة محمد بن إبراهيم الوزير كما لا يوجد من ذريته العلامة الحسن الجلاء كما لا يوجد من ذريته العلامة الحسين السياغي كذلك من ذريته العلامة شيخ الإسلام الشوكاني الوحيد هو السيدة العلامة محمد بن إسماعي الأمير لا زال ذريته موجودة لها نعم يوجد الشوكاني من ذريته بنته من ذريته بنته بنته تزوجت بالقاضي حسن الأكوح وأنجبت ولد اسمه القاضي حسن بالحسن الأكوح تربى عند خاله القاضي أحمد تربى عند خاله أحمد بن محمد نعم تربى عند خاله حتى كان يعاد أنه منهم وورث علم جده وخاله فربما مات شيخ الإسلام الشوكاني تولى من شيخ الإسلام أخوه القاضي حسن الشوكاني ولما مات تولى بدأ ابن شيخ الإسلام القاضي أحمد أبن محمد بن علي الشوكاني الذي قالوا به قاضي من عند الله يعني صدر الروحي كذلك فربما مات الشوكاني في سنة 1189 أخذها من شيخ الإسلام الحفيض ابن أخته ابن أخته حفيض شيخ الإسلام الشوكاني ذرية أحمد بن محمد ما له ذرية ابن الشوكاني ما أبدا ليس له ذرية ولد علي علي بن محمد مات قبل أبوه سبحان الله رحمهم الله لله في خلقه شؤون وحكمة انتقل المقبل رحمه الله تعالى من المحويت إلى مكة المكرمة وبقي فيها أنا مش من المحويت من ثلاؤ صنعة من ثلاؤ صنعة إلى مكة هل أخذ على أحد من علماء مكة كان يترعى رثويا من جملة تبل علابة البرزنجي أحد علماء الشافئية المتصوبي طالع كتاب العرب الشابخ وردت عليه على المقبل متى ألف العلم الشامخ المقبل في مكة في مكة في مكة وردت على هذا البرزنجي هذا البرزنجي لدت عليه هو لدت عليه بكتاب سمه الأرواح النوافخ على العلم الشامخ الله الله وردت على جميع ما قد كان يريدت على هذا البرزنجي طيب قاضي محمد العلم الشامخ هذا المصنف يتكلم في ماذا تكلم نقضى المعتزلة والسوفية وأهل الحديث طالع ترجمة في البدر الطالع خلاصة مألفة الشوكاني المقبل قد تكلم من الشوكاني أنه ينقض كثير من الناس ينقض ما خلح عينتنا تكلم عنه في البدر الطالع في البدر الطالع في ترجمة المقبل قال أنه نقضى الصوفية والمعتزلة ونقضى أهل الحديث أيضا العلم الشامخ في إيثار إيثار الحق على آباء والمشايح لعل هذا الكتاب كان يعالج به قضية كانت موجودة في مكة وفي المناطق تلك ماشي ما بلاء قال من بارع قال بعضهم حنفي أصبح المسلمون منهم حنفي ومنهم شافعي ومنهم مالكي ومنهم حنبلي أما أنا فأنا ذاهب إلى ربي سياديني الله الله رحمه في الخطبة حكه قال أنا ذاهب إلى ربي سياديني رحمه أنا متوكي على الكتاب والسنة رحمه رحمه تولى شيئا من المناصب في مكة لا 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 يتولى شيئا أبدا لم يتولى شيئا إلا أنه كان مستشار لشريف مكة من حسن الحاض أن علامة مكة موضت ورفعوا به إلى الدولة العثمانية إلى السودان الدولة العثمانية والدولة العثمانية أرسلت من يكشف علامة من تركيا هذا علامة اعترف له للمقبلي أنه علامة وقرر لشريف مكة وللسودان أنه من العلماء المحققين لا ليس بمبتدع وإنه علامة هناك اعتقد في الشريف فكان يستشيله في بعض الأحياء رحمه الله حتامات رحمه الله الدفن في مكة في مكة نعم تعرفون قبره يا قاضي لا لا غير معروف قبره غير معروف رحمه الله أسأل الله أن يرحمه يسكن في سعجناته وأن ينفعنا بعلمكم هل تسمح لي أن أنتقل إلى الأسئلة الآن ما جئنا الله يبارك قاضي محمد هنا الأخ من عمران فيقول ظهور المرأة على من أرضعتهم زوجة أخيها ومصافحتهم هل يجوز؟ لا لا هي أجنبية بنت اسبعيلين نعم لا يصح المصافحة لا يصح جميل ثم يقول في السؤال الثاني ظهور المرأة على زوج ابنت أختها أو أخيها على من على ظهور المرأة على زوج ابنت أختها أجنبي عنها أجنبي يصح الزواج نعم حيث أنه يصح له أن يتزوج بها وعليه فلا يصح الظهور طيب قاضي محمد هنا السؤال يتكرر كثيرا لكن لم نجب عليه في لقاءتنا هذه وهو ما حكم من يصلي والقات في فمه هذا القات أنا قلت قبل نحو ثلاثين أو خمسة أو ثلاثين سنة أنه لا مانع على شرط أن يكون كسير يسير مثل ما أن نقص السكر مثل ما قضع من السكر نعم لأن العلماء قالوا لا مانع من السكر إذن ماع في فم المصلي نعم ولكن جيد وإذا أكثرهم يخزنوا تخزين كامل أو نصف خزين ويصلوا فقلت لا يجوز لا يجوز هذا لأنها منافية التخزين هذا منافية للصلاة فمن يريد هذا فيصلي قبل أن يخزن أو يذب للقات ثم جزاك الله خير يعني أنت الآن ترى أنه لا يجوز لا يجوز الذين يتركون الصلاة بسبب القات أو يجمعون الصلوات من أجل القات ما الحكم؟ لا ينبغي لا ينبغي لا يجوز لا يجوز لا يجوز بأن القاتل هذا نافع بل قالوا أنه مضر بعض العلماء اختلفوا في حكمه غير الصلاة لكن بالحديث يدل على أن الإنسان لا يتشلي ولا ناداره به أخرجها البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ذات ليلة فجاءت صفية تجوره فخرج من المسجد إلى باب المسجد ليرتلها يبتعها فرأى أنصاريا هرولا إليه فقال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم على رسلكما أي أوقفا إنها صفية حتى ينفي إنها صفية قالوا يا رسول الله أو أنت حان فيك قال خشيت وقال إن الشيطان إن الشيطان يسري في ابن آدم مسر الدم خشيت أن يسري فيكما فتتواهما شيء هذا الحديث الصحيح الذي أخرجها البخاري ومسلم فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرفعته مع النفسه إذا قد رأى شخص قد بيتوهم في الشيء قاضي هنا سؤال امرأة تسأل فتقول أن زوجي يجبرني زوجها يجبرني على مشاهدة بعض الأفلام يعني يسمحني سادة المشاهدين بعض الأفلام التي فيها شيء من الفاحشة ومن الدعارة يلزمني بذلك هل أنا آثمة وما حكم مشاهدتي أنا وزوجي هل هو من الكبر لا يجوز للزوج هذا أن ينظر إلى هذه الأفلام إن صح أنها خليعة كما أنه لا يجوز له أن يجبر زوجتها على أنها تشاهده ولا يجب عليها أن تضيعه فلا ضاعة لبخلوقين في معصية الخالق فإذا أمرها مثل هذا أنها تشاهد التعارة فلا يجوز لها أن تضيعه لأنها تضيع في شيء هو محرم عليها وعليه الله مستهل يأثم يقاضي هو على ذلك كل من خالف الأمر الشريف هو آذم حصب الله نعمل وكيف الله مستهل عزائي المشاهدين بسمكم جميعا نرجو من الله جل وعلا أن يعطي القاضي محمد حفظه الله بن إسماعيل عمراني الصحة والسلامة والعافية كما أشكركم أشكر أساد المشاهدين الذين أبرقوا إلينا على من نجدكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور شكرا للمشاهدين